صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 15 لسنة 2023 بنقل وتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات جاء فيه المادة الأولى ينقل السيد عبدالله حسن إسحاق القاضي مدير إدارة الحركة الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ليكون مديرا لإدارة سلامة وأمن الطيران بذات الوزارة المادة الثانية يعين في وزارة المواصلات والاتصالات كل من السيدة ميساء محمد عبد الرحمن هزيم مديرا لإدارة الحركة الجوية السيد راشد إبراهيم عتيق خليل مديرا لإدارة تنظيم قطاع البريد السيدة دعاء جاسم محسن علي حسين مديرا لإدارة تنظيم النقل للبرية